السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة فدرس اليوم ان شاء الله سيكون حول كيفية التعبير عن الرأي وسنتعرف فيه على العبارات التي تستعمل للتعبير عن الرأي فاولا التعبير عن الرأي بالفرنسية هو اكسبرمي او بينيون اكسبرمي فلنبدأ على بركة الله فالعبارة الاكتر شيوع هي امونافي امونافي فهذه العبارات تستعمل كثيرا في التعبير عن الرأي امونافي تعني في رأيي في رأيي امونافي وانتبهوا هنا افي تكتب باس ولكن لا تنطق امونافي 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 في رأيي يجب منع الهواتف المحمولة في المدارس لذلك العبارة الاولى التي تعرفنا عليها هي امونافي امونافي وكيف قلت سابقا هذه العبارة هي الاكتر استعمال في التعبير عن الرأي العبارة امونافي منع تستعمال على الرأيي اليوم انتبه أمونافي امونافي اتاقيدو انه مشغول أعتقد أنه محرول Occupé محرول Alors, je crois que Je pense que Je pense que Je pense que أعتقد أنه أظن Je trouve que Je trouve que أعتقد أنه أعتقد أنه Je trouve que Exemple Je trouve que cet exercice est très facile Je trouve que Cet exercice est très facile يعني أجد أنه Je trouve que Cet exercice هادا تمرين Est très facile يعني سهل جدن أو سهل للغاية Je trouve que Cet exercice est très facile D'après moi D'après moi يعني حساب رأي D'après moi Exemple D'après moi Ce livre est utile D'après moi Ce livre est utile Donc D'après moi كتنين حساب رأي Ce livre Cet exercice est utile Mوفيد D'après moi D'après moi حساب رأي Ce livre est utile L'يبارة الموالية Selon moi Selon moi في نظاري أو حساب رأي Selon moi Exemple Selon moi C'est une bonne idée Selon moi C'est une bonne idée في نظاري أو في رأي C'est une bonne idée إنها فكرة جيدة Bonne idée كتنين فكرة جيدة L'يبارة الموالية Pour moi Pour moi Pour moi هي بالنسبة لي بالنسبة لي De mon point de vue De mon point de vue كتعني من وجهات نظاري من وجهات نظاري Personnellement Personnellement شخصيين شخصيين يعني فاش نبغي نعبر على الرأي نتاعي فغنقول Personnellement يعني شخصيين ونعطي الرأي نتاعي Il me semble que Il me semble que كتعني يبدو لي أن Il me semble que هاد العبارة ايضا تستعمل للتعبير عن الرأي Pour ma part Pour ma part من جهاتي Pour ma part فهنا بنسبة Pour ma part فتكتبوا بالت في la fin ولكن لا تنتق Donc انتبهو هنا ت لا تنتق Pour ma part العبارة العبارة الموالية كل متفق مع الشخص اللي كنت تكلم معه ف نستعمل بعض العبارات اللي كيدل على الاتفاق مثل Je suis dacour avec toi Je suis dacour avec toi Je suis dacour avec toi يعني أنا متفق معك أو أنا اتفق معك Je suis dacour avec toi ايضا كنت تعمل Tu ya raison Tu ya raison أنت محق أو أنت على حق Tu ya raison Tout à fait Tout à fait تماما Tout à fait Effectivement Effectivement فعلا كنت تعني فعلا Effectivement والعبارة الأخيرة شغم شغم بالتأكيد شغم هاي العبارات كنت تعملهم pour exprimer l'accord يعني للتعبير عن الاتفاق لكنت تفق مع الشخص اللي يتكلم معي فكنت تعمل واحدة من هذه العبارات اللي أتبت له أنني متفق معها وبالنسبة للعكس يعني pour exprimer le désaccord يعني أنا لا أتفق مع رأي الشخص الذي يتكلم معي فأستعمل بعض العبارات التي تعبروا عن الخلاف يعني الخلاف في الرأي فالعبارة الأولى اللي عندنا هي بالتعبير 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 لا و الآن بعدما تعرفنا للإكسپرسيون اللي كنستعملو في التعبير عن الرأي و أيضا تعرفنا للإكسپرسيون اللي كنستعملو لإكسپرسيون اللي كنستعملو على الاتفاق و لإكسپرسيون اللي كنستعملو على الاختلاف الآن مرة نتذكروا بعض العبارات المهمة الأكتر استعمال والأكتر شويع فمثلا في التعبير عن الرأي العبارة الأكتر شويع والأكتر استعمال هي أمون أبي في رأيي أمون أبي أيضا هذه العبارة كنستعملوها بكترة أظنو أن جو كرو ك أعتقدو أن جو كرو ك بو مو بو مو بي نسبة لي جو سوي بو جو سوي بو يعني أنا مع فهذه العبارة أيضا كنستعملوها باش نعبرو على الاتفاق جو سوي بو هذ العبارة أيضا هي أكتر شويع أو أكتر استعمال جو سوي داكور جو سوي داكور أنا موافق جو سوي داكور جو سوي كنتر جو سوي كنتر أنا ضد أو أنا ضد رأيك فهذه العبارة كنستعملوها بو إكسبرمي لدزاكور يعني باش نعبرو على الخلاف جو سوي كنتر وأيضا كنستعمل جو نسوي با داكور جو نسوي با داكور أنا غير موافق جو نسوي با داكور وبهذا كنوصلوني هيد الحصة فنتمنى تكونوا تعلمتوا بعض العبارات اللي كان عبرو بها على الرأي بالفرنسية وأيضا بعض العبارات اللي كانستعملوها للتعبير عن الاتفاق أو الاختلاف فانتمنى درسين تعليموا تكونوا استفدوا منه وكيف العادة اللي استفدوا من هذه الحصة فشاركوها مع استقائكم وأحددكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كي تعمل فائدة وانتلقوا في حصة مقبلة إن شاء الله